تبدل مع سليم الرياحي من اللي كنت تنتقد فيه وتسيب فيه وتقول هذا ليس ولدنا ويخدم في عباد ليس ولدنا أصبحت تشكر فيه ولليوم تشكر فيه شوف أنا ما عنديش منيش حديد مش مادة صلبا أنا موقفي تتبدل بحسب موقف الطرف المقابل ما عندي سليم الرياحي يعمل حاجة به يا الكلوب أفريكان يجب أن ينشكره يعمل حاجة خائبة نقرره وخائبة ما عنديش ما هو حديد وفهمته الناس مش حابة تفهم اللي رأوا موقفك هو بطبيعة شنو أصار بطبيعة الحدث انتي كنت كاتيجوري قلت هذا ما يحبش النادي الافريق ياخي دوب ما جاء شو فيجا نقول لك حاش دوب ما جاء سليم دوب ما جاء جاء بخويا قال أنا ما حاشتيش بولاد النادي الافريق جاء كان كاتيجوريك وقال لا حاشتي مثلا مش كبارات ولا حاشتي بحد تحد أقصى الناس كل جاء تقريبا تشكيلت وكانت تسعين في المياه مرافق كانوا يسيروا معهم موسي من Debatte فهم اللي حب النادي السفاقسي فهم اللي حب النادي البنزارتي فهم اللي حب الترجي الرياضي rei فهم مرافق وقتها من الياه أنت نقول فهم المرافق دوب من القصة فهم أنت قريب كان يغب بورتابلوه تشوف المطباسم تاعه عادي هذا وقت هنا قلت مش عادي ذاك علش انا كنت ضده وبعد ذلك وعليت كعياتك تخدم معاه لا مخدمش معاه بعد ما ويقفك تبدلت عمري ما خدمت معاه لانه انا وخوي على ولد عمي وانا ولد عمي على البراني لانه سليم بعد وقت لي ولا موضوع متع هجمة من بره ويحبه واترافير وهو يدك تقول كله بافريكان بطبيعة الحال انا نكون معاه صحيح عرض عليك عشرين مليون شهرية وقتها مدير البارك ما قبلتهاش بلدهاش على خطر وقتها عندي قناع ينجم اليوم نقبلها غدوة نخرج بكلهما هوا السايد اللي ما ويقفوها على خطر الفلوس وانا عمري ما نتعامل مع النادي الافريقي وكان شاهد وقتها في السيارة معايا على ليلة الملكة اليوم سليم الرياحي محكم في قضية مع النادي الافريقي شنو واقفك والحكم اليسار ضده للنادي الافريقي بسبعمائة مليون وحكم بالسجل ليه وانتي كنت تدافع عليه اليوم هوا حسب القضاء اطلع مدين سليم الرياح اول ان الحكم هذا هو حكم غيابي ما زال ما عنده حتى حجي ما نجموش نحكيه عليه لانه حكم غياب شو ما نعلم عنده شو حتى حجي معنتها الفصل 176 مجلة تجريات الجزائية اعتقد باش ما نكونش غالط يقول لك انه الحكم الغيابي بمجرد الاعتراض عليه ينحل في جميع اوجوه المطرد عليه يعني انه الحكم يصبح في حكم المعدوم يعني نهار تلي بشي جي سليم الرياحي ويسجل اعتراضه ويقف قدام القاضي ويتقبل اعتراضه الحكم يصبح في حكم المعدوم اليوم موجود الحكم اكيد مبني على اسس حكم غيابي انا نأكد لك 32 سنة في المحامات القضاء التونسي الاحكام الغيابية كلها بالايدان يحكموا بالايدان ان بعد جيت اعترض انت ما جيتش هاو حكم كي تجيت اعترض وتدلي بما لديك تو تاخذ ما نتهر البراءة متاعك تدافع على روحك لانه الاحكام الغيابية تصدر في غياب المتهم وفي غياب فريق الدفاع متاعه وفي غياب الدفاع انا لا اؤمن كثيرا بانه حكم غيابي اذا كان هو عنده حاجة للنادي الافريقي فعليه ان يؤديها جمهور الافريقي اليوم سنة في القناة التلفزية اللي قلت عليها القناة التلفزية قالوا عليها قبلي روانا وقتها ناطق رسمي رو جمهور النادي الافريقي طو مثلا سليم علولو علي علولو علي علولو جمعلي فات تعمل ديكلاراسيون اليوم مو فيه قال على الحارس قال ثم حارس بشيقة عن تداب واندر اشنا هو الناس تلوم فيه عليه لا ترانسمي الفكر متاع الهيئة انا وقت لي كنت ناطق رسمي وحكيت على قناة التلفزية خاطر حكي عليها عبد السلام اليونسي قبلي مثلا في قضية السويفة والبانك البرغاري البانك البرغاري لليوم عندي الوثائق انا وقتها من اقتخرجتان انا اقتخرجت استقلت انا مع عبد السلام اليونسي خدمت فترتين روى ثم حاجة ما يعرفوا يا جمهور النادي الافريقي عبد السلام اليونسي قعد عامين ونص عامين ونص انا خدمت معها ثلاثة شهر باركرة انا قطيش دخلت انا دخلت بعدك المصيبة الكبيرة انت عمى زنبي كلمني قالوا لي تجي معنا تعاوننا وصارت كالحكاية متاع السوبر كوب اللي حب يلعبها وديع الجاري في الدوحة بالنادي الافريقي والطراجي وقتها نجيت قعدت خرجت من بعد جدي ميسيوني خطر لقيت الامور مش هي خرجت على روحي ومن بعد عاود تصل بيا عبد السلام في فترة ثانية وعاودت رجعت قعد تقريب 28 يوم وقتها حكاية البنك البلغاري كانت بيناتهم لانه انا عندي صديق يدرب في غديكا في احدى الدول الشرقية اوروبا الشرقية وعنده علاقاته ووقتها حكاية البنك البلغاري لليوم نعاود نقولها انه شنوه اللي صار اللي صار وقتها انه ثم فلوس يلزمها تمشي وعبد السلام اليونسي ما عندوش سويولة ثم شريكو هذي بشي يدفع الفلوس يدفعها اللي تاي وقتها وقتها عبد السلام طلب منه لانه لجال وقتها قريبة برشة وبشتوفة طلب منه بشي يحاول فلوس لنادي العلم فهو حولهم اترفير البنك البلغاري هذي صارت الاشكالية انه البنك البلغاري يقول لك معنتها هوش الاشكالية اللي صارت شنية وقتها اللي صارت انه شركة متاع سياحة شنية علاقتها بالنشاط الرياضي شركة متاع سياحة وقتها طلبت للبنك البلغاري طلبت توضيحات حول طبيعة للتحويل المالي هذي يعني شركة متاع سياحة تحول الفريق في الجزائر فلوس شنية الموتيف فانا وقتها كتبت ستاتوي قتلوا يا فلان ابعث شكون ولا امشي ولا تصرف راولا جال قريبتو فاذا كان الفلوس ما وصلتش للعلم راول نجم ونضربه في وراول نجم لو كان نثبته ولي الفلوس اللي دفعت قبله 29 جوعة مشات هي هذيك الفلوس هذيك مشات النادي العلمة والتصلبية وقتها رئيس نادي العلمة جال تونس وملقاش شكون وكان منرفز وكلمت وانا في التليفون وطيبت خاطر وواحد بعض حاجات ما صاروش الهيئة مقاموش بها انا مانيش مسؤول لكن الجمهور يكبش فيش كون تكلم جاليوم الجمهورة ما انساها لكش شوف انا ضميري مرتاح ينساها ما ينساهاش اموره لحقيقة بكل صدق ينساها انا انا ضميري مرتاح انا وقتها جمهور ما ينساش خاطرني كتبت ستاتيو كان ما كتبتش ومعنتها نفرض وسيدي استجابت الهيئة ومشات راني وليت بطل معند انا مش هذا الهدف امتاعي لنكون عدو لنكون بطل انا الهدف امتاعي اني حبيت انحط الهيئة قدام مسؤولياتها امام جمهور النادي الافريقي فقط عبسلم دونس كعيات لك صحيح حلفت بالقرآن قبل ما تبدأ تخدم مره لا مش ذيكا في الحادثة متاع الكامرونيين لانه وقتها المرأة الولانية كيخرجت ومن بعد ومن بعد رجعت قدت له انا يا عبد السلام ثم مشكل كبير برشا يلزموا يتفضل مشكلة الكامرونيين شكون غالط شكون فيكم غالط شكون من عضال هاي ما عاش هذا المشكل اخويا فضل يا المشكل وقت له وانتا ووقتها انا و سامي الكاتب العام سامي المقدم سامي المقدمي حكينا معا لفوكال بيلج اللي هو ينوب الكامرونيين ووقتها نحنا تعرف محامين نعرفه بعضنا ونعرفه لرواج ونعرفه شنو يحبه ووقتها لفوكال بيلج هو وانا و سامي قلنا له معنتها انه شوف خلنا نلقاه سيغة انت عطارا ذي في الملفة على الكامرونيين وفي نفس الوقت الملفات اللي مزالوا في الفيفا يهموا الكلاب افريكارا وماذا بينا تنوبنا انت فمتني معنتها اغراءه بطريقة اخرى قال اوكي وعمل معنا معنتها الصلح وخرجنا وقتها وقلنا رأوا الصلح تم ونذكر ترانشلولاني لازم هتدفع في شهر نوفمبر كلمني زميلك من نذاعتي يا فا اي من زروق قال يا ماتر انتو ما ديمة تتهموا فينا اللي احنا ضد النادي الافريق يا اخويا هاو عندي لك خبار قتله شنو قال يا رأوا تصل بيا الوكيل متاع الكامرونيين قال يرأي ترانشلولاني ما دفعتش ثبت قال لي قبل ما اني مش نخرج لاخبار وثبت ويجا جاوبه مش يتلعب بسلام هنا وقتها فترة متاع كوفره فو وقتها البرودة ذي كالبلاد كوفره فو واحد مش يتلول بيرو وقتها احلف لي قال لي والله العظيم خلصت ويلوج على البودة درشيف بشي وريني تاو انا رئيس النادي يقول لي رأي خلصت معنت هنا نخرج للناس ونقولهم رأي مو خلصتش فانا عملت ديكلاراسيان قلت رأي مش صحيح اللي يحكي فيه الاجن رأي الخلاص تم تعترانشلولان على الابوكا ورأي الاجن يمكن ما في بلوش اما رأي الخلاص تم ورأي العملية تم يكلمنا من غدوة الابوكا قال لي لا سيبا ورأي رأي جيبا يتبي هو كلمني من هنا وانا سامينوتن بعد اكتبت استاتيو اعلنت في استقالتي وخروجي من منصب النادق الرسم سامينوتن